كتير قوي مش بتكلم على الزوجة بس بتكلم كمان على الزوج كتير قوي بحاول أعدل من نفسي وكتير قوي بشتعل على نفسي وهدى وارجع تاني أقع بشر يعني ففي النقطة دي يا بونا إنه عشان ما حدش يمسكها بس يقولها هو بونا بيقولها من حق إن أنا بقى أعلق براحتي يعني دايما إحنا عندنا قاعدة اعرف بتقول إيه لمين إزاي وفين وقمت حلو قوي بونا اعرف بتقول إيه لمين لمين إزاي وفين وقمت علق على مراتك وعلق على جوزك زي ما أنتوا عايزين المهم اختاروا كلمتكم والوقت وإسلوبكم وإسلوبكم والbody language اتفرجوا على نفسكم على وشوكم في المرية عامل إزاي حقيقي لو أنت قدرت توصل للملكات دي عدل وعديلي في بعض زي ما أنتوا عايزين ما فيش حاجة مسلمات والراجل مفاتيحه سهلة جدا والستة مفاتيحة سهلة جدا حقيقي بس عايزة إيه نعرفها نقطة دي مهمة قوي هاخذك لسبب تاني في الحقيقة ما هو تافه بالنسبالك قد يكون كارسة للآخر حقيقي وبالتالي بلاش تفترضه أن المسلمات اللي احنا اتربين عليها أو من وجه نظرنا شايفينها عادي الآخر شايفها كده لا فيه أمور كارسية نخش بقى في السبب التاني على طول فيه تصرفات نتجة من أن احنا مفاهيمنا عن الجواز أصلا مختلفة عن بعض الطبيعي أن مفاهيم عن الجواز مزي مراتي ده طبيعي على فكرة المهم إحنا إزاي تفهمنا لكن عايزة أقول تحذير يعني خطير جدا خلي بالكم يا شباب يلي أنتوا لسه متجوزين وخلي بالكم يا شباب يلي أنتوا لسه يعني مخطبين في بعض المفاهيم بقت في الآخر بطعم الإباحية أو بطعم مفاهيم اجتماعية غير مساحية وضح لنا أكتر يبونه يعني بمعنى أنه في بعض الرجال النهاردة هو عايز بنت بمواصفات شكلية معينة سؤال وحضرتك بنفس المواصفات اللي تليق بالشكل نقطة دي خطيرة جدا إنت عايز بنت تكون بمواصفات معينة لازم أنت كمان تكون كواليفايد أو أنت كمان ينفع تكون بالمواصفات دي صح؟ يعني أنت عايز تأخذ مالك الجمال أنا ياسف يعني لن تكون أنت كمالك الجمال أو على الأقل يعني وعلى الأقل هي مواصفاتها مش حقيقية برضو هي الميديا اللي ممكن يكون بتصور لنا ده أو بتخلينا نشوف أن هي دي المواصفات أو اللي هي الحاجة الفضيعة أو أحسن حاجة مع أن هي دي مش حقيقة فعشان كده قدسك قلت نقطة مهمة هي مفاهيم خطيئة في الأول في الأخ ما هي دي ريمون ده اللي إحنا لازم نتكرم فيه الخطوبة الخطوبة تيجي من الخطوبة مش دباديب وقلوب حمرة وورد وعزومات مش دي الخطوبة الخطوبة نقعد نفعص في كلام بعض لازم نقعد نراجع مفاهيم حقيقي لما تلاقي اللي قدامك أو اللي قدامك الموضوعان تبيه هرب منها بيمشيها لا أستطب استني بس بلاش فكرة نمشي أمورنا ما بتمشيش بتغرق بعد الجواز فيه كمان بعض المفاهيم حيلك حيلك في المسيحية مش كده في المسيحية احنا الاتنين خاضعين انت بتغضي على المسيح وأنا بعض عليك لكن احنا الاتنين في الآخر خاضعين excluding احنا الاتنين خاضعين دي احنا قطح مهمة جداً يابونا لأنه سعد بياخده بس الآيات متعلقة بخضوع المرأة للرجل وبننسى أنه الرجل أيضاً خضع للمسيح وخضع للمسيح خضوع المرأة للرجل بشرط أن يكون الرجل خضع للمسيح اشتركوا في القناة